وعلى الصعيد الإنساني حذر منصق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكولدريك من أن سبعة ملايين يمني باتوا أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى وأن سبعة عشر مليون شخص غيروا قادرين على إطعام أنفسهم وقال ماكولدريك في بان الله إن قلقا بالغا يساور الأمم المتحدة جراء تصعيد النزاع في اليمن وأن هناك أكثر من سبعة ملايين شخص غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كاف وأصبحوا مجبرين على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية